الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي تخصي قرابة الخمسين ألف حالة عنف في الوسط المدرسي سياسياً النهضة تدعو لصحب قانون العقوبات الأخير واجبهة التغيير تحذر من أثارها على تمسك الوسط الجزائرية بولياً قمة باريس للمناخ تقر اتفاقاً دولياً غير مسبوك للتصدى للاحتباس الحرارية وفي الرياضة الخضر يحتلون المركز الثاني أفريقياً ويثفرون بمشاركة تاريخية في أولمبياد ريو دي جانيرو تفاصيل أولى الموغيد الأخبارية من قناة زينيوز أهلا بكم إذن في شأن السياسي دعا من العام لحركة النهضة محمد ذويبي دعا إلى صحب قانون العقوبات الجديد خصوصاً ما تعلق بمكافحة العنف ضد المرأة ذويبي أكد أن إقرار حق المتابعة القضائية للزوجة سيتسبب في تفكيك الأسرة الجزائرية كما حذر من أولى أثار قانون المالية 2016 على القدرة الشرعية للمواطن الجزائرية التي ستبدأ من محطة البنزين رأينا أنه يسحب هذا القانون لأنه بمثابة تفكيك للأسرة الجزائرية والمجتمع كله تفاعل مع هذا الموقف ومع هذا الرأي وارفض هذا القانون هذا القانون الذي يعطي للمرأة أن ترفع دعوة قضائية بزوجها ثم بعد ذلك يقولك نحافظ على الأسرة أي أسرة بقيت بعد ذلك الإجراء هنا؟ السلطة ورغم تمرين لهذه القانون هي في تعيش الحرج الكبير تعيش حرج أمام المواطنين لأن الانعكاسات تبدأ من 1 جونفي 2016 عندما يمشي كل واحد مننا إلى المحطات تاعة البنزين يرى أول مظاهر وأول انعكاس لهذا القانون يظهر في 1 جونفي والأيام التي يجيبها كذلك ستظهر تداعيات هذا القانون الخطيرة على حياة المواطن من جانبه دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصر دعا الحكومة إلى التمأنة المواطن بدل التركيز على ما اسمه إرضاء المستثمرين للجانب والخوص وفي رده على إقرار قانون العقوبات الجديدة شدد مناصر على ضرورة أن لا يكون ذلك على حساب استقرار الأسرة الجزائرية أو استجابة لضغوط خارجي كان المفروض من الحكومة أن تدرج في قانون المالية ما يطمأن هذا المواطن على قدرة الشرائية على حاضره على مستقبله أولى من طمأنة المستثمرين أولى من طمأنة رجال العمال بالرغم أننا مع الاستثمار مع استعاب القطاع الخاص لا يمكن أن يتصور لأي طرف أن الإسلام يمكن أن يهين المرأة أو أن يدعو إلى العنفة المرأة من هذا الباب نحن أكثر من غيرنا مع كرامة المرأة ومع حماية المرأة ولكن أيضا في ظل حماية الأسرة وأيضا في ظل أن تكون التعديلات ضمن تطور المجتمع حاجات جزائرية لما لا تكون إملاءات خارجية تنبأ رئيس جبهة المستقبل بالعيد عبد العزيز دخول الجزائر في أزمة اجتماعية خلال السنة المقبلة كنتيجة حطمية خصبه للأزمتين السياسية والاقتصادية بالعيد دعا إلى خوار وطني شامل لتجنب البلاد الدخول في ذوامة مناء لاستقرار خصوصا في ظل التهابي الحلود بالنسبة للأزمة هذه الاقتصادية زايد عنها الأزمة السياسية وندخل منذ سنة أو سنتين الآن اللي جاية إن شاء الله ربي يحفظنا منها ندخل في أزمة اجتماعية وهذه الفرض علينا من الأزمة الاقتصادية والسياسية رح نمشيه حتما إلى أزمة اجتماعية تبدأ المشكل وهجب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة هجم أقطاب المغارضة قائلا إن خطاباتها غدائية ولا تخدم المصلحة العليا للوطن وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية دعا ولد خليفة إلى ضرورة العمل بخطاب جبهة التحرير الوطني لأنه إيجابي ويلائم الظرف الراهن الذي تعيشه الجزائر حسب تعبيره في موضوع آخر نفى وزير الاتصال حميد جرين توجه مصالحة لمتابعة الصحفيين على منشورتهم في مواقع التواصل الاجتماعي جرين بالقول قال إن على الصحفي أن يطبق المراقبة الذاتية على منشورته وأن لا يتعرض بالسبة والشتم على صفحات الفيسبوك أكد وزير الأشغال العمومية عبدالقادر وعلي أن زمن إطلاق الصفقة الدولية لإنجاز مشاريع الطرق السيارة قد انتهى عبدالقادر وعلي دعا المقاولين الخواص لتطوير قدراتهم عبر الشراكة الأجنبية أو فيما أقول بينهم أو حتى ضمن مشاريع مع القطاع العمومي إلغاء من أدهاننا أن كل ما هو طريق سيار وبعض المنشآت ما يمر إلا على الطريق الصفقة الدولية انتهى العمر كنكم في المستوى سنكون في الموعد الإكسبرتز إترانجار نجيبها بلجواند فانتور كاروتنات سيقونتين بدون ما نصرف بزاف أموال عملة صعبة وكذلك نجيبها بلجواند انتروبريز بيبليكي بريبي بيبليك واحدو نحن بدين البيبليك بيبليك بريبي مرحبا بريبي بعضكم بعد مرحبا وفي شعني التربوي خمسون ألف حالة عنف تم تسجيلها في الوسط المدرسي مؤخرا لقم دفع المختصين إلى الدعوة إلى تفعيل مشروع مدرسة جزائرية دون عنف خمسون ألف حالة عنف في الوسط المدرسي تسجلها الهيئات المختصة بصفة دورية وفي منحا تصعدي مقارنة بسنوات الفارطة وإن اختلفت طرق وأماكن ممارسته إلا أنه أصبح لغة التواصل والتخاطب بامتياز بين التلاميذ فيما بينهم من جهة والتلميذ والأستاذ من جهة أخرى هذا الخمسون ألف عشرة في المياه تعتبر عنف خطير لأنه يؤدي حتى إلى هلك الطفل كان حالات وفيات في جوار المدرسة ولكن كذلك استهلاك المخدرات استعمال أطفال في مشاريع البغاء إذن كل هذه الأشياء أصبحت اليوم يعني لافتة للانتباه ننظر له على أنه أولا علاقة ما بين الطفل والمحيط ثانيا يمتاز بالدينامية ما نقدرش نقول هذا سبب وانتهى الأمر أو سببين أو ثلاثة وإنما العوامل المتداخلة في بعضها البعض ولذلك تحتاج إلى تناولات وإلى مناهج كذلك متعددة للوصول ربما إلى التحكم في الظاهر مشروع مدرسة جزائرية دون عنف هو آخر الحلول التي تم التوصل إليها لتفعيلها على أرضية المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها غير أن المختصين يرجعون دوافعاً وأسباباً رئيسية لهذه الظاهرة لكن ليس دون رجوع إلى أسبابه وتوافعه الرئيسية الشارع كمؤسسة اجتماعية لأنه يحمل ثقافة معينة إذن يمكن أن تساهم في ظهور وارتفاع درجة لأن حتى عندما تكلموا عن العدوانية نقيس العدوانية لأن كل إنسان عنده هذه البدرة ولكن تنمو أولاد أو تخمد من إنسان إلى آخر فالتانشئة الاجتماعية هي التي تعمل على نمو يعني ارتفاع درجة العدوانية أو خموضها عن طريق المعاملة عن طريق التربية الحسنة عن طريق التربية الدينية ببعض الأحيان نصل إلى إلى غاية الوصول إلى العلاج العائلة لأنه المشكلة ليس في الطفل وإنما نجده في العائلة لأنه هناك مبدأ هناك مبدأ أن العنف يولد العنف يعني مستحيل أننا نجد طفل يمارس العنف داخل مؤسسة تربوية يعني يعني غريب ولكن لما نروح إلى تاريخ الحالة وتاريخ الطفل هذا رح ننحض بأن الطفل هذا في حدته وضحية عنف من الأسرة الجزائرية هناك بعض المعلمين بعض المعلمين يستعملوا العقاب كوسيلة علاجية لتصحيح سلوء الخاطئ عند التلميذ ويستعمل العقاب الجسدي العقاب اللفظي والعقاب المعناوي وهذه كلها عندها مخلفات سلبية على نفسية التلميذ معالجة هذه السلوكات للحد منها في الوسط المدرسي بتكثف الجهود بين ممتهنية التعليم والخدمة النفسية إضافة إلى باقي القطاعات أمر من شأنه خلق جو دراسي مريح وإعداد تلميذ ناجح بمعايير متميزة وهدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي هددوا بالتصعيد لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة ويتمسك المجلس باحتجاج الثلاثة أيام بدءا من اليوم حيث يعتبره بمثابة مهلة أخرى للوزارة لفتح أبواب الخوار قرابة العشرة آلاف أستاذ جامعي عازمون على الشل جامعات الوطن بدءا من هذا الأحد ولمدة ثلاثة أيام والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي يهدد بالتصعيد ما لم تستجب الوزارة الوصية للمطالب المطروحة اليوم المشكلة المطروحة على طول السيد الوزير عندها تقريبا خمس سنوات وعطينا له وقت كبير جدا آخر اجتماع كان مع سيد الوزير كان في 13 سبتمبر ولكن من 13 سبتمبر إلى يومنا هذا ما كانش فيه رد على أي من انشغالات الأساتذة اليوم الجامعة الجزائرية تعرفنا شكل كثيرة وعديدة جدا خاصة أن اليوم فيه أزمة اقتصادية خانطة فيه اليوم القدرة الشرائية تبهورت بقوة كثيرة جدا نقابة الكناس وعلى لسان منسقها الوطني عبد المالك رحماني حملت مسؤولية تنسداد قنوات الحوار للوزير طهر حجار الذي أسقط بدوره الشرعية عند وافع الاحتجاج ما هو السبب لماذا لكل إضراب لابدى عنده أهداف أهداف هذه الإضراب المعلنة هي أنه مكشحه ولموش سهل لأنه أعلن هذا الأخ عن هذا الإضراب بعدما خرج من الوزارة ولم يخرج عن خلاف قلت أتمنى أن السيد الوزير يتفاعل ما هي احتياجات الأساتذة وما يتفاعلش حول الاحتجاج أو الإضراب ماذا يريد الأساتذة لماذا الأساتذة هم محتجين هذا هو السؤال الحقيقي لماذا لا يقيم ليس له الحق أن يقيم مطالب الأساتذة تهديدة يبدو من خلالها أن الجامعة الجزائرية تقترب بخطا متسارعة مرة أخرى وبعد هدنة لم تدم طويلا من السقوط مجددا في دوامة الأزمات في شعر آخر كشف وزير السخة والسكان وإصلاح المستشفية عبد الملك بوذيافة كشف عن مراجعة أسعار أكثر من ثمانمائة دواء مستورد ما يسمح للجزائر بتوفير مئتي مليون دولار السنة الجارية قراروا ترشيد استعمال الموارد المالية في مجال الصيدلة وضبط سوق الدواء ومراجعة أسعار أزيد من ثمانمائة دواء مستورد وفر للخزينة العمومية مئتي مليون دولار خلال 2015 أي ما يعادل قيمة استهلاك الصيدلية المركزية للمستشفيات لمدة سنة كاملة ما بين خمسة إلى ثمان سنوات الجزائر لم تراجع الأسعار كان لابد من المراجعة والمراجعة ما هيش ظاهرة خاصة بالجزائر أو للظرف ليعرف العالم بأسره لهذا الأزمة الاقتصادية ليعرف العالم إنما هو جاء من باب أنه لابد للجزائر أن تراجع كقرار سيادي الأسعار خلتنا نربح في الأسعار ما عندنا الآن ما كان حتى واحد يقدر يقول وصلنا لكذا ولكن فيت المئتين مليون أورو لربحتها الخزينة الجزائرية خلال هذه السنة توسيع قائمة الأدوية الممنوع استرادها من مئتين وواحد وخمسين إلى ثلاثمائة وثمانية وستين دواء وتقلص قائمة الأدوية المدونة من خمسة ألاف وثمانمائة إلى أربعة ألاف ومائتين دواء قرارات تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتشجيع الانتاج الوطني وتطوير الصناعة الدوائية إمكانية المصنعة الجزائرية تسمح تكتفي تسمح لتغطية حاجات الوطن في ما يخص هذه الـ 368 دواء اليوم ممنوعة لإمبورتاشون لأنها مصنعة محليا وضمانا لتغطية حاجات السوق الوطني من الأدوية التي بلغت نسبة 50% من الانتاج المحلي مشاريع كثيفة أخرى في الأفق من شأنها تقلص فتورة الاستراد مع رفع الغلاف المالي لفتورة استراد المواد الصيدلانية إلى 100 مليار دينار هذا العام لنبورتوار نتعنا لأن سي بي بي كان له الفضل في أنه تم انسحاب أكثر من 5 أو 6 أدوية على المستوى العالمي نتعمى خابر دولية بفضل اليقظة نتعلم لأبورتوار نتعلم مش هذه السنة قبل هذا تشجيع الانتاج الوطني وتنوع الاقتصاد هدف الحكومة بغية الوصول إلى تغطية 70% من حاجات السوق الوطني في أفاق 2017 والتوجه للتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط إلى ذلك كشف وزير والسخة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوذياف كشف عن توخيد تسيير الصيدلية الاستشفائية وتكوين الصيادلة في تخصص أدوية السرطان الوزير بوذياف أعلن خلال الملتقى الوطني حول تنظيم وتطوير الصيدلة الاستشفائية عن إدخال ميكانيزمات تسيير جديدة لتحقيق الانسجام على مستوى الجهوي والولائي خلق هذا الفضاء للصياد إلى المستشفيات باش يتقابلوا باش يتكلموا باش يتناقشوا باش ينتقدوا بعضهم البعض باش يعطيوا التجارب التي تحمل بعضهم البعض ثانيا الصيدة لي في المستشفى هو المحور لمرافقة المريض النقطة الثالثة اللي هي كثير مهمة هي التوحيد العملية تسيير على مستوى الوطن الحاجة الثالثة نتفق على التكوين فيما يخص استعمال الالكترونيك الانفورماتيك على مستوى الوطن التكوين الصيدة للاستشفائي بالصفة عامة والصيدة للاستكلف بالأدوية الصارة بالصفة خاصة في موضوع آخر من المنتظر اليوم تتشين مقر منظمة الشرطة الأفريقية الأفريبول بالجزائر العاصمة بحضور كل من وزيري الشروني المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل ووزيري الداخلية والجماعة المحلية نوردين بدوي وكذلك المدير العام للأمن الوطنية لواء عبدالغاني هابل إلى ذلك تحتضن نوال جزائر العاصمة اليوم وغدا الأثنين ندوة لقادة الشرطة الأفارقة تهدف إلى تجسيد المصدقة على النصوص القانونية لأفريبول إتماما لتفعيلها لتكون آلية جديدة للتعاون بين أجهزة الشرطة الأفريقية ودوليا أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع خضر التجوال الليلية المفروض في ولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبا انطلاقا من منتصف ليل السبت إلى الأحد وفرض الرئيس الباجي جيتس سبسي في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً وحضر تجول الليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة تونس يعتزم قضي تحقيق في لبنان استجواب حانيبال نجلي الزعيم الليبي الراخل معمر القذافي بشأن اختفاء رجل الدين موسى الصدر اثناء زيارته لليبيا منذ نحو أربعين أغاماً واختفى الصدر خلال زيارة قام بها إلى ليبيا العام الفين وتسعمائة وسبعة وثمانين ولم يعرف مصيره إلى الآن وتحمل السلطات اللبنانية النظام السابق بقيادة القذافي مسئولية اختفائه وأخيراً أقرى المؤتمر العالمي لتغيير المناخ في فاريس أقرى اتفاقاً دولياً غير مسبوق للتصدي للاحتباس الخراري ويهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض ويرمي المشروع إلى اختواء ظاهرة الاختباس لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ويدعو إلى موصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع فقط 1.5 درجة مئوية وفي أخبار الرياضة فشل المنتخب الأولمبي لأقل من 23 سنة فشل في تتوجب التاجل الافريقي على حصاب المنتخب النيجيري في المباراة النهائية التي انتهت على نتيجة هدفين لهدف هذا وانتهت المباراة الترتيبية التي جمعت السينيغال بجنوب إفريقيا بفوز الأخير بضربة الترجيح التي أغطت تأشير الثالثة لإفريقيا في أولمبياد ريو دي جانيرو لمنتخبي البافانا بافانا نهاية هذا الموعد الأخباري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر